أهدى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة أهدى الإنجاز غير المسبوق الذي حققته بعثة منتخبنا للناشئين والناشئات لألعاب القوة في بطولة غرب آسيا الثانية والتي اختتمت يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان بتصدرها جدول ترتيب الدول المشاركة وحصولها على المركز الأول إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز جاء كثمرة للمتابعة الحثيثة التي تحضى بها الرياضة البحرينية من لدن القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والحرص الدائم بالتوجيه للعناية بالشباب من الجنسين في مختلف المجالات وبمختلف الفعاليات والمشاركة الخارجية من أجل تشريف المملكة ورفع عالمها عاليا